تأثير الكتاب المقدس والناس تحاول أنها يتعيش معها لكن الكتاب المقدس يغير حياة الناس لا يواجه كمان الناس بحقيقة حياتهم نلاقي مثلا الروح القدس اللي كتب هذا الكتاب يقول عن يكتب عن كلمة الله أنه كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف دي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته ما فيش كتاب يعمل كده ما فيش كلمة يعمل كده غير لم تكون كلمة الله لأنه الله يعرف فكرك يعرف مشاعرك يعرف أهدافك طموحاتك السلوب حياتك يعرف كل شيء فلما تيجي تقرأ كلمة الله تفاجأ أنك بتواجه مع الغلط اللي موجود في داخلك ربما لا تسمح لشخص أن يقول لك يقول عن أمر غلط في حياتك لكن عندما تقرأ كلمة الله تفاجأ أنه الله بكل حب يشير الخطأ في حياتك ليصلحك المسيح هو بيتكلم يقول الكلام الذي أتكلمكم به هو روح وحياة عشان كده كلمة الله على فكرة يا أسيس نزار أنا أعرف عدد كثير شخصيا من الناس اللي كانوا غير مسيحيين غير مسيحيين يعني لا يتبعون المسيح وقرأ الكتاب المقدس وتغيرت حياتهم للأفضل للأفضل من خلال تعرفه على المسيح من خلال كلمة الله بشجعك عزيز المشاهد اعرأ كلمة الله اعرأ الكتاب المقدس واحكم بنفسك